أهلا بحضراتكم معنا إلى تفصيل الأخبار نبدأها من اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح سيسيليوم مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان خصوصا ما يتعلق بمجموعة المدن الجديدة على مستوى الجمهوري أيضا اجتماع السيد الرئيس خبر اللي بعد كده اجتماع السيد الرئيس مع نفس الشخصيات خلال هذا الاجتماع اتلع الرئيس عبد الفتاح سيسي على مخطط مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بالمنطقة المقدسة بمحافظة شمال سيناء بمحيط جبل موسى وجبل سانت كاتري مخطط كبير وفيه مشاريع كتير 14 مشروع رئيسي والحقيقة موضوع يعني تفاصيله كتيرة أيضا فيه اجتماع ثالث مهم موجه خلاله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة بتطوير برامج بناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بدءا من إعداد برامج التدريبية بتاعت القيادات العليا وتدريب القيادات الشاب